السلام عليكم ورحمة الله اليوم سنتكلم عن شرح نظام التشفير الجديد الذي تستخدمه شركة واتس اوب وكيفية عمله اسم هذا النظام End to End Encryption مبدأ النظام إذا كان لدينا مثلا أحمد وخالد فاتحين الاثنين على الواتس اوب أحمد بعث لخالد كيفك هل كيفك بتتشفر عن طريق هذا النظام بتصير كود معين أو شفرة معينة مثل هاي مثلا وبتنرسل لخالد بتوصل لعند خالد وتكون بعدها بهاي الشفرة بعدين بتنفكي الشفرة وتوصل كلمة كيفك وخالد بيشوفها مفتاح الشفرة موجود بس بين هدول الشخصين ما حدا بيقدر يعرفه طيب إذا كان في شخص ثالث عم يجسس على أحمد وخالد شو ممكن يشوف هذا الشخص ما حيشوف غير الشفرة وهي من أولى من جهاز أحمد لجهاز خالد وما حدا بيقدر يفكي الشفرة غير جهاز أحمد وجهاز خالد يعني شركات الإتصالات ومزود الإنترنت شركات الدردشة حتى على أهول حكي أنا شركة الواتس أب ما بتعرف شو عم بيصير بين أحمد وخالد فقط مخزنة للمحادثات على شكل الشفرات طبعا هاد اللي فهمته أنا من نظام end to end encryption قراءت مقالين وهذا اللي فهمته حبيت أشرح لكم يحكي بالطبع عدردشة الكلام والصور والفيديو هار هذا كل شيء أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيد شكرا للمشاهدة اضغط لايك وشير وادرك لي تعليقا ولا تنسى الاشتراك من القناة وزيارة صفحتنا على الفيسبوك شكرا للمشاهدة